موسيقى من الميادين أهلا بكم وإلى العنوين موسيقى حرس الثورة الإيرانية يحبط محاولة أمريكية لقرصنة النفط الإيراني في خليج عمان ويجبر القوات البحرية الأمريكية على التراجع موسيقى طهران تعلن استنافى المفاوضات النووية في فيينا وفق صيغتي أربعة زائدا واحدا وواشنطن ترحب موسيقى دعوات لإضراب عن الطعام غدا دعما للأسر المضربين في سجون الاحتلال والفصائل الفلسطينية تحذر من المساس بحياتهم موسيقى موسيقى والستريت الجورنال تكشف عن دورا مصري مباشر في دعم انقلاب البرهان في السودان موسيقى الجزائر تتاهم المغرب بقتل ثلاثة من مواطنيها عند الحدود بين الصحراء الغربية وموريتانيا موسيقى أحبط حرس ثورة محاولة أمريكية لقرصنة نفط إيراني في بحر عمان وأظهرت المشادة التي بثت تلفزيون الإيراني عملية انزال نفذتها القوى البحرية التابعة لحرس الثورة فضلا عن منعها وتصديها لمحاولة القوات الأمريكية سحب النقلة التي تم نقلها إلى المياه الإقليمية الإيرانية إلى ذلك اكتفى البنتاجون على لسان الناطق باسمه بالقول إن الرواية الإيرانية غير صحيحة في آخر حلقات مسلسل حرب الناقلة في المنطقة مواجهة إيرانية أمريكية مباشرة في بحر عمان فرغم تعدد الروايات الناقلة لتفاصيل الحادث تجمع كلها على تنفيذ قوات الكومندوز التابعة لحرس الثورة عملية إنزال جوي على ناقلة منتهكة بحسب المشاهد التي عرضها حرس الثورة وسحبها إلى السواحل الإيرانية بالقوة رغم محاولات أمريكية للتصديلها المحاولة الأمريكية لمنع الزوارق الإيرانية من اقتياد الناقلة يقول البعض إنها تأتي كخطوة لجس نبض القدرات الإيرانية واختبارها ولمضاعفة الضغط على طهران قبيل استئناف المفاوضات النووية لكنه تصعيد قبل بتصعيد إيراني مضاد أيضا وغير مسبوق فعكس رسالة إيران بعنوان عريض إننا جاهزون لأي مواجهة محتملة وإذا كانت القوات الإيرانية قد لاحقت وصورت القطع البحرية العسكرية لدول تعتبرها عدوة لها في المياه الخليجية وبحر عمان على مدى السنوات الماضية لا بل وذهبت إلى احتجاز قوات من المارينز من دون قتال لانتهاكهم المياه الإيرانية إلا أنها المرة الأولى التي تنفذ فيها عملية ميدانية متكاملة في مواجهة البحرية الأمريكية في ظرف زمني أقل ما يوصف به أنه حرج وحساسة تطور نوعي سيبنى عليه الكثير يقول خبراء العسكر في إيران وسينعكس على مجريات الواقعين الأمنية والعسكرية في المنطقة وعلى مستقبل العلاقة السياسية بين إيران والولايات المتحدة أحمد البحراني طهران الميادين إيران تقلب الطاولة في الخليجي وبحر عمان في مشهد يؤكد أن يدها أصبحت هي العليا في حين يتراجع الأمريكيون بشكل واضح هذا ما يظهره الفيديو الذي نشره حرس الثورة في إيران وبالتفصيل لواقعة اقتياد سفينة نفط منتهكة مجبرا خلال العملية البحرية الأمريكية على الانسحاب تقرير محمد بو عبد الله تفعلها إيران مجددا ولا تأبه بالغطرسة الأمريكية ما تعلق الأمر بحقها السيادي يؤكد اقتدارا إيرانيا ما وثقه بالصور حرس الثورة في سرد لحذيات إحباط محاولة أمريكية لثني الإيرانيين عن اقتياد ناقلة نفط منتهكة بتعبير آخر كانت الناقلة مقرصنة للنفط ولحظتها محل رصد وملاحقة من الإيرانيين حيث نفذت المهمة قوات الرد السريع الخاصة التابعة لبحريات الحرس جرت السيطرة على الناقلة بإنزال جوي وحاول الأمريكيون التدخل بتحليق مروحي قبل أن تعود مروحيتهم أدراجها اتلقت تحذيرا إيرانيا شديدا بترك منطقة العمليات وغير بعيد كانت سفينة الحربية أمريكية فتدخلت الزوارق الإيرانية لإبعادها ومنع تدخلها وهنا تبدأ مرحلة التعزيزات الأمريكية بالقطع الحربية وتقابلها تعزيزات إيرانية مضادة أدرك الأمريكيون أن التراجع حتمية لا مفر فقد عجزت قواتهم عن مواجهة القطع البحرية لحرس الثورة وانسحبت البحرية الأمريكية من منطقة العمليات الإيرانية تلاحقها الزوارق السريعة فهل ثمت جرأة تضاهي جرأة كهذه قرارها يهتمل الحرب ربما بمقدار أكبر من قرار إسقاط المسيرة الأمريكية قبل أكثر من سنتين إنه التصدي الحازم للقرصنة والسرقة حيث قانون الغاب هو منطق الأمريكيين دوليا وحيث السيادة والحق الإيرانيان يقتضيان الإنزال لقوات المهمات الخاصة لسحب السفينة إلى المياه الإيرانية أليس ذاك مدعاة لقراءة المشهد جيدا من قبل حلفاء واشنطن في المنطقة والرسالة تصلهم بالغة الدلالة بأن نصير المقاومة وأحد ركائز محورها يملك الجرأة الكافية لمواجهة الأمريكيين وليست الجرأة وحدها رأس مال الإيرانيين في أي مواجهة فقد أعدوا عدتهم عسكريا وما استطاعوا من قوة صاروخية يؤازرها أسطول جوي مسير لا يزال يثير الهواجس والمخاوف غربيا وإسرائيليا وما يعزز تغيير الإيرانيين المعادلات باستمرار هو أن التطوير مستمر للقدرات التسليحية الإيرانية بتصنيع محلي وتقنيات مذهلة في اختراق التحصينات والحصون ومعنا من القدس المحتلأ القيدي في حركة أبناء البلد رجاء إغباري أهلا بك سيدة رجاء من موقعكم كيف تابعتم هذه المواجهة المباشرة الإيرانية الأمريكية في عرض البحر بأبعادها ومدلولاتها أنا بغض النظر الساعة عن موقفنا تابعت الإعلام الإسرائيلي حاولت أستشف إذا فيه تعليقات أو ما شبه ذلك بالمرة لا في عملية إخفاء سواء في الولايات المتحدة أو داخل دولة الكيان على ما يبدو أنهم ينسكون عملية تجاهل ما حصل هناك وما حصل في بحر عمان من وجه النظر السياسية هذا ما يخصني بالأساس يوجد في إيران قرار سياسي أنهم يحافظون على وطنهم وكرامتهم ولا يسمحون للغطرسة الأمريكية ولا لحرب العصابات التي تجري هذه ليست أول مرة يجري مثل هذا الحدث حصل كمان قضايا سفن وقضايا مسيرات وإيران أثبتت أنها تقف خلف سياستها التي ترفض أن يتم العبث بها أو الاستهتار بها من قبل ألويات المتحدة الأمريكية لكن هناك كمان سؤال كوة أمريكا معروفة هي الكوة الأولى بالعالم بغض النظر عن بحر عمان أو في الخليج وتستطيع إذا أرادت أن تفتح معركة وليس بالضرورة حرب كاملة مع إيران كانت تستطيع أن ترد ولكن الاعتبارات سياسية منها مثلا المفاوضات وعودة إيران إلى المفاوضات من أجل إعادة التوافق والتوقيع أو الالتزام بالاتفاق النووي الإيراني ما يسمى بالاتفاق النووي الإيراني وكذلك شؤون داخلية في الولايات المتحدة وشعبية بايدن بالحضيد وخسر انتخابات في فيرجينيا اليوم وبالتالي يمكن جميع هذه الاعتبارات منعت الولايات المتحدة من الرد أنا أعتقد كمان قضية أخرى في إسرائيل يجب الانتباه أنه في كان وما زال تدريب مشترك مناورات مناورات مشتركة بين أمريكا ودولة الكيان هنا في الداخل عندنا بفلسطين محتلة عن 48 وربما يعني هم لا يذهبون إلى يعني يؤجلون المعركة الكبيرة يتنازلون في المعارك الصغيرة يعني هذا ما يجري الآن في المنطقة وحرب ولكن سيد رجاء الحادثة لم تحدث اليوم ولكن مررت على أكثر من نقطة وأسمح لي أن أتوقف عندها عند مسألة الإسرائيلي كيف يمكن تفسير هذا الصمت الإسرائيلي هذا اللاتعليق الإسرائيلي اليوم هذا مرتبط باللاتعليق الأمريكي يعني في البداية أمريكا أنا تبعت الأخبار وكتبت الأخبار في البداية هم أنكروا ما عندهم مش تقرير ما بعرفوا شيء بعدين قالوا أنه هذه الرواية الإيرانية غير صحيحة هذا فيلم مزور وكل ما أرادوا أن يبتعدوا عن الدخول في المعركة السياسية والإعلامية مثل ما انسحبوا من المعركة الميدانية في بحر عمان إسرائيل لا تقوم بأشياء هي تتوافق وتنسك مع أمريكا بكل شيء والآن الجيش الأمريكي موجود هنا في الداخل يجرون مناورات مشتركة سوية الفهمية بالقطع يعني يمسكون معا ويتشاورون حول ما يجب قوله أم لا يعني الشيء الغريب أنه الصهيني يعني دائما بفلتوحك كثير بس هاي المرة كان فيه تابعت أنا الأخبار الليلة كلها صحيح كان فيه عملية صمت يعني متقى ما فيه أي كلام ما فيه إلا بمعريب وبمكور ريشون بس روه كتبوا الرواية الإيرانية فقط بدون أي تعليق سيد راجع هذا غريب الصور التي تنال من صورة الولايات المتحدة من موقع الولايات المتحدة الأمريكية تتوالى وتتلاحق قوى عالمية برأيكم إذا استمر هذا المسار الانحداري سوف نكون أمام أي ولايات المتحدة الأمريكية في المقبل من السنوات ولا نقول الأيام أكيد يعني المعركة مطويلة مع الإمبريالي الأمريكي وعملائها في المنطقة وإصابات الإرهاب التي تمول وتحمى من قبل الولايات المتحدة الأمريكية المعركة طويلة حقيقة وما يجري هو حرب استنزاف بين محور المقاومة والولايات المتحدة والكيان الصهيوني وكل حلفاءهم في الخليج والمنطقة برمتها التراجع الأمريكي بدأ التراجع الكبير في أفغانستان وكان من المفروض أن تنسحب الولايات المتحدة من سوريا لو لا أن حسب ما قرأت تدخلت إسرائيل وجهات كثيرة عربية خافت على وجودها وعلى تأثيرها في المنطقة وضغطوا على الولايات المتحدة بأن لا تنسحب ولكن لا مفر أمام الولايات المتحدة إلا أن تنسحب أمام إرادة شعوب المنطقة ومحور المقاومة الذي أثبت بهذه العملية الآن في الخليج أنه جاهز وإيران أثبتت أنها لن تفرد بسيادتها وأنها مستعدة لأي مواجهة مع الاستعمار الأمريكي وهذا الصلف الأمريكي الذي يقطع ألاف الأنيال ويأتي ليفرد سيادته وسلطته على شعوبنا العربية أمريكا في تراجع ونحن كشعوب وكمحور مقاومة يجب أن نضغط على الولايات المتحدة أكثر ونخسرها أكثر ونخسر حلفائها أكثر في كل المعارك حتى المعارك الصغيرة كي تنسحب من المنطقة هذا هو الهدف الذي يجب أن يكون أمام إيران وأمام محور المقاومة والشعوب العربية شكرا جزيلا لك سيد رجاء إغبارية القيادي في حركة أبناء البلد كنت معنا من القدس المحتلة شكرا لك على صعيد آخر أعلن سيران استنافى المفاوضات النووية في فيينا في 29 من 22 نوفمبر الجاري وفي تغريدة قال علي باقري مساعد وزير الخارجية الإيراني إنه تم الاتفاق خلال اتصال هاتفي مع مساعد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا على استئناف مفاوضات فيينا بهدف إلغاء العقوبات غير القانونية وغير الإنسانية الولايات المتحدة رحبت بإعلان الاتحاد الأوروبي العودة إلى المفاوضات النووية معلنة أن المبوث الخاص بإيران روبرت مالي سيترأس الوفد الأمريكي وخلال مؤتمر الصحفي قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إنه في حال كان الإيرانيون جدين يمكن التوصل إلى اتفاق خلال فترة وجيزة مشيرا إلى أن هذه النافذة لن تكون مفتوحة للأبد ولا سيما إذا استمرت طهران بخطواتها الاستفزازية وفق تعبيره إلى اليمن حيث أكدت مصادر ميدانية للميادين أن قوات الجيش اليمني واللجان سيطرت على كامل معسكر أمريش جنوبية مدينة مأرب وعلى عدد من المواقع المحيطة بالمعسكر برغم الغارات الجوية المكثفة للتحالف السعودي تقرير أحمد زبيبة انتصارات متسارعة لقوات الجيش واللجان الشعبية على مشارف مدينة مأراب وتحرير ألف ومائة كيلومتر مربع في الناحية الجنوبية لمأراب وتشمل مديريتي الجوبة وجبل مراد بنحو كامل بعد تحرير مناطق الخثلة ونجد العذلان والمساجد مرورا بالحجيرة ويعرى والسواد حتى منطقة العمود على بعد سبعة كيلومترات من مفرق الفلاج مدخل مدينة مأراب محافظة مأراب التي كانت تشكل مركز ثقة العسكري استراتيجي باتت اليوم تتهاوى بيد أبطال الجيش واللجان الشعبية واحدا بعد الآخر لا سيما بعد الدورة الكبيرة الذي لعبته القبائل وهنا يمكن القول أن تحالف العدوان ومرتزقته وصل إلى حالة مهترئة جدا وحالة انهيار وانسحاق تام سواء على مستوى المعلوميات أو على مستوى التواقد والمواجهة مع الجيش واللجان الشعبية تسارع وطيرة تحرير المناطق المحيطة بمدينة مأراب كما يقول مراقبون يعود إلى وقوف القبائل مع الجيش واللجان الشعبية وتسليم عدد من المناطق من دون مواجهات حقنا للدماء فيما تجري تفاهمات لتسليم مديرية الوادي ومدينة مأراب سلميا التفاهمات التي لا تزال جارية حول مدينة مأراب والوادي فهناك تفاهمات كبيرة من قبل مشايخ من هذه المناطق وهناك تفاهم لتجنيب المناطق الإصراع العسكري ولا يزال هناك إصرار من بعض المرتزقة على المواجهات مع الجيش واللجان الشعبية ولكن سيحسن بإذن الله سبحانه وتعالى بل بالتفاهمات السلمية أو العسكرية عملية ربيع النصر في مرحلتها الثانية أدت إلى مقتل وجرح أكثر من سبعمائة من قوات هادي والتحالف وحزب الإصلاح واغتنام كميات كبيرة من الأسلحة فقدت قوات هادي والتحالف السعودي في معركتها بمأراب الحاضنة الشعبية والقبلية المساندة لها وهو ما يبرر سقوطها المتسارعة على أبواب المدينة رغم كثافة الدعم والإسناد الجوي أحمد محمد زبيب صنع الميادين تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام دعت شبكة الأسرى المحررين إلى الأضرب عن الطعام ليوم واحد غدا الخميسة كما دعت الشبكة إلى الخروج في مسيرة تضامنية بعد صلاة الجمعة في كل القرى والمدن والمخيمات وأكدت أن الإضربة يأتي احتجاجاً على حالة الخطر لدى الأسرى وغطرصة الاحتلال مطالبة بإنهاء اعتقالهم الإداري الظالم وبتحريرهم زوجة الأسرى الفلسطيني كايد الفسفوسة قالت للميادين إن زوجها يعاني وضعاً صحياً صعباً وإن زيارته ممنوحة كايد هسه إلو مية وطنعش يوم إلو مدربة عن الطعام وكايد كثير كثير يعني تعبان أخر إشي مبرح المحامي زاره وحكّلنا إنه كايد ما بشعره في إجريه من مرة من مرة يعني وارتفاع حرارته ودقات قلبه بتنخفض يعني البصر عنده صير ضعيف كثير الفصار الفلسطينية حذرت من المساس بحياة الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال مؤكدة دعمها الكاملة لإضرابهم بكل الوسائل المتاحة تقرير أحمد غاني تتصاعد تحذيرات من خطورة الوضع الصحي للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال وعلى رأسهم كايد فسفوس ومقداد القواسم بعد دخولهم مرحلة الخطر وضع تؤكد لجنة الأسرى للفصائل الفلسطينية أنه قد يفجر الأوضاع داخل السجون وخارجها في ظل تعنط الاحتلال المقاومة والغرفة المشتركة وجميع الفصائل يقفون إلى جانب الأسرى ويدعمونهم وكل الاحتمالات مفتوحة في حال تعرضهم إلى الخطر هناك اتصالات مباشرة مع الشقيقة مصر ومع كل المعليين والأشقاء المصريون مشكورون يقومون بدورهم في لجم هذا العدوان ضد أسرانا المطلوب من المجتمع الدولي منظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية أن توقف هذا العدوان على أسران الأبطال وفي خيمة الاعتصام عبرت مؤسسات شؤون الأسرى عن إدانتها للصمت الدولي إزاء ما يجري مؤكدة أن تجاهل إسرائيل لمطالب الأسرى جاء للتغطية على إنجاز الحركة الأسيرة الأخيرة بعد عملية جلبها يعني كل الدغوطات على الأسرى بشكل عام الأسرى المضربين حتى لا يعدوا انتصار جديد للأسرى المضربين عن الطعام وهو انتقام من الأسرى المضربين عن الطعام لذلك اليوم نحن أمام المنظمة الصالب الأحمر واجب عليها أن تضغط على هذا العدو الصهيوني من أجل الإفراج عن الأسرى المضربين حيث أنهم معتقلين من غير أي تهمة العشرات من الناشطين في خيمة الاعتصام أعلنوا إضرابهم عن الطعام في رسالة موازرة للأسرى وتأكيداً لالتحام الشارع بقضية أسرى ويبدو أن أوضاع الأسرى في السجون تفتح الباب على كل الاحتمالات ولسيما في ظل التعنت الإسرائيلي الذي تقابله تحذيرات الفصائل بدعمها حراك الأسرى بكل الوسائل والسبل أحمد غانم غزة الميادين على صعيد فلسطيني آخر تتفاعل قضية أهالي الشيخ جراح قبل أبلاغهم المحكمة العسكرية رفضهم التسوية المقدمة من قبلها تقرير مهدي ديراني موقف رافض واضح وصريح هكذا أرد أهالي حي الشيخ جراح رفع صوتهم عالياً أمام تهديدات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة ومشاريعه الاستطانية أهالي الحي أبلغوا المحكمة العسكرية الإسرائيلية رفضهم التسوية المقدمة القاضية باعترافهم بملكية المستوطنين للأرض واعتبار الأهالي مستأجرين محميين تسوية رأت فيها مؤسسة حقوقية فلسطينية خداعاً ينطوي على مخاطر قانونية نحن أهالي وحدات حي الشيخ جراح رفضنا بالإجماع التسوية المقترحة من قبل محكمة الاحتلال التي كانت ستجعلنا بمثابة مستأجرين محميين عند الجمعية الاستيطانية نحلات شمعون وتمهد تدريجياً لمصادرة حقنا في أراضينا يأتي هذا الرفض انطلاقاً من إيماننا بعدالة قضيتنا وحقنا في بيوتنا ووطننا بالرغم من عدم أي ضمانات ملموسة لتعزيز وجودنا الفلسطيني في القدس المحتلة من قبل أي جهة أو مؤسسة موقف حاسم أسقط من خلاله الأهالي مخططات الاحتلال التي تمهد لمصادرة حقهم في أراضيهم على نحو تدريجي ليعيد ويعزز هذا الموقف الرافض تكافل الفلسطينيين وجهود فصائل المقاومة خلال الملحمة الأخيرة فالاحتلال الذي رافقته الإخفاقات خلال عدوانه على قطاع غزة والقدس والمسجد الأقصى يحاول اليوم إرضاء مستوطنيه ورفع معنوياتهم من خلال قرارات محاكمه وتسوياتها الواهنة لكن التخوف الأكبر بحسب المراقبين يبقى أمام استنفاذ المحكمة السبل القانونية وإجبار الأهالي قصرا على التهجير من أراضيهم بعدما أجبرتهم على الاختيار بين التهجير أو الخضوع لاتفاق ظالم تخوف لا يمكن استبعاده من الصورة الحالية بعدما عمدت قوات الاحتلال إلى إخراج المتضامنين مع أهالي الحي المهددين بالطرد بالقوة وفضل وقفات الاحتجاجية الرافضة لمشاريع الاحتلال بإخلاء 12 عائلة لإقامة أكثر من 200 بؤرة استطانية مكانها إلى الملف السوداني حيث كشفت صحيفة وولستريت جورنال أن رئيس المجلس العسكري في السودان عبدالفتاح البرهان زار مصر سرا بعد لقاءه المبوث الأمريكي جافري فيلتمان في الخرطوم عشية استيلائه على السلطة وأضافت الصحيفة أن البرهان بدأ عملية اعتقال عدد من المسؤولين المدنيين وأحل الحكومة فور عودته من مصر وقالت الصحيفة أن مدير المخابرات العامة المصرية عباس كامل زار الخرطوم قبل الانقلاب والتقى البرهان لكنه تفاد لقاء حمدوك لأنه بحسب الصحيفة المسؤولون المصريون لم يكونوا مرتحين لانفتاح حمدوك على إثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة ووفق الصحيفة فقد قال كامل للبرهان إن حمدوك يجب أن يرحل إلى ذلك دعت الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات إلى الاستعادة الكاملة والفورية للحكومة في السودان ولمؤسساته الانتقالية بقيادة مدنية البيانة الذي نشرته الخارجية الأمريكية أشار إلى دعم الدول الأربع لشعب السودان وتأكيد أمية دعم تطلعاته الديمقراطية والسلمية كما حث البيان على الإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة وعلى رفع حالة الطوارئ مؤكدا أهمية الالتزام بالوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا للسلام أساسا للحوار بشأن شراكة حقيقية فيما تبقى من فترة انتقالية ومعنا من لندن عضو المكتب السياسي في حزب الأمة القومية السوداني محمد مركز خريف أهلا بك سيدة محمد إذن التطورات حاضرة كما المعلومات التي تتكشف يوما بعد يوم أبدأ مما كشفته وولستريت الجورنال هو تعليقكم على مسألة زيارة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان لمصر قبل يوم فقط من الانقلاب فيما زار رئيس المخابرات المصري الخرطوم أهلا مرحبا بك زيارة البرهان هي سرا غير معلنة وينكرها النظام ولكن علاقات النظام المصري مع الانقلابيين في السودان ليست بعيدة بل تاريخيا مصر الدولة عند كل الحقب المرة فيها السودان مصر الدولة كانت دائما تغفق مع الطواة في الحكومات العسكرية المستبدلة في السودان كل الثورات التي قامت ضد أنظمة الاستبداد والعسكر في السودان مصر الدولة كانت تغفق في الصفة الآخر يعني دائما مصر الدولة هي مع طواه مع حكومة السودان الدمغراطية حكومة الإنغاذ التي انغذت على النظام الدمغراطي 1989 كانت مصرية التي سوقت لهذا الانقلاب انقلاب عمر البشير اللي استمرت 30 سنة وخدع فيها مصر الدولة ولكن ظل الشعب السودان الشعب المصري يتعاملون بمعدل عن الأنظمة الحاكمة والبرهان شيء طبيعي جدا لأنه يزور مصر شيء طبيعي جدا لأنه مصر تقف مع البرهان لأنها لن ترغب في نظام دمغراطي في السودان ولكن السؤال الذي يطرح سيد محمد اليوم ما مصلحة مصر في تنحية الشق المدني من الفترة الانتقالية في السودان الشق المدني لأنه عاصي على أن ينجر برغبات النظام المصري الشعب السوداني الشعب وكريم وأبي في نفسه لا ينجر وينفذ جدة آخرين ولذلك الحقوق المصرية تعلم تماما أن المدنيين لن يستجيبوا لرغبة مصر والعزائيين الذين في كل الأوقات مصر تجرهم كريترلة وعند كل محفن عن كل استجاه ولكن الآخرين يحكم برأي الشعب وقرارات الشعب نابعة من الغاعدة لأن شعب السودان وإيمان والديمقراطية والحرية والكرامة لن يقبل أن تقوضوا أي جهة أخرى بمعزة اسمح لي سيد محمد أن أسألك عن نقطة أخرى اليوم كان هناك بيان لافت الخارجية الأمريكية يعني بالمشاركة مع البريطانيا السعودية والإمارات هناك دعوة واضحة لاستعادة كاملة وفورية للحكومة السودانية والمؤسسات الانتقالية بقيادة مدنية برأيك أي مسار يمكن أن يسلك العسكر بعد هذا البيان الواضح نحن نسمي هذا التوجه من السعودية والأمارات تعديدا في أن يقيه هذا الموقف المنصف أمريكا وبريطانيا أصفا منذ البداية كان موقف واضح دعما للتحول الدمغراطي والفترة الإسرائيلية ولذلك حتى السعودية والأمارات في بداية التغيير كانوا داعمين للشعب السوداني ولكن عند المنتصف في الطريق كان في فتور في العلاقات السودانية لماذا؟ الآن هذا الموقف أعتقد أن الدولتين فححوا موقفهم بعد أن شاهدوا ورأوا كيف إن شعب السودان مؤمن بالدمغراطية والتحول الدمغراطي وكيف عازم على التحمل حتى آخر نفس وهذا برز من خلال المليونية 30 أكتوبر التي أغنعت العالم سيد محمد أفهم منك بأن الإمارات والسعودية اليوم تريدان التحول الديمقراطي في السودان ولماذا مرت العلاقات بمرحلة من الفتور والآن يعني عادوا ربما ليتموضعوا في مكان آخر الغناعة هي نبعت من نظرة هذه الدول إلى موظف الشعب السودان في 30 يوميو بعد أن نفذ البرهان والمجموعة وضعتوا الدعم له بالانقلاب بين 25 أكتوبر وأعلنوا أعلنت القوى السياسية الرذب على هذا الانقلاب في 30 أكتوبر وشهدوا الفرق الشازع بين الانقلابيين وبين الشعب السوداني ورغبة الشعب السوداني فيه تمسكوا بالحكومة الانتغالية برهازة الدكتورة عبد الله عمدوق ولذلك في طبيعي جدا أن تتحول هذه إرادة الشعوب لن تستطيع أن تجر هذا الشعب بحفنة دولارات أو ريالات أو بأوامر عسكرية أو بالغازة المسيل للدموع أو بالغلاب الذي تدعم القائرة باختصار سيد محمد بعد كل هذه التطورات هل يمكن أن يعود أو نعود بالمشهد في سودان إلى ما قبل 25 أكتوبر لم يكن هناك أبديل غير العودة إلى ما قبل 25 أكتوبر الشعب السوداني المصمم على أن يواصل حتى آخر غفر الدم لأي فرد سوداني لا تحكم بالأهل العسكرية وبأوامر خارج الحدود ليستحيل أن ينفع لأي نظام غير إرادة الشعب السوداني القوية المصمم عليها ويواصل فيها لآخر لحظة شكرا جزيلا لك سيد محمد مركز خريف عضو المكتب السياسي في الأمة القومي السوداني كنت معنا من لندن شكرا جزيلا لك إلى ساحة أفريقية أخرى هي أثيوبيا التي يصلها المبوث الأمريكي إلى القرن الأفريقي جيفري فيلتمان غدا على وقاة صعيد عسكري بين قوات إقليم تيجري وأديس أبوبا تقرير حسين السيد توتر يخيم على الأجواء في العاصمة الإثيوبية أديس أبوبا السلطات تعلن حالة الطوارئ في البلاد بعد يومين من طلب رئيس الوزراء بأحمد من المواطنين حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم تستشعر أديس أبوبا الخطر الآتي من الشمال قوات إقليم تيجري التي قالت أنها سيطرت على مدن في إقليم أمهرة هددت بالزحف نحو العاصمة والسيطرة عليها في غضون أشهر أو حتى أسابيع معلنة اتحادها مع قوات إقليم أورومو لمقاتلة الحكومة المركزية تصعيد أثار قلق الأمم المتحدة وعدد من الجهات الأخرى بينها الاتحاد الأوروبي الذي حذر من جر البلاد إلى مزيد من الحرب الأهلية والتفكك فيما هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الذين يؤججون النزاع داعية الحكومة إلى التفاوض مع قوات تيجري لوقف العنف تدهور الوضع الإنساني في البلاد رصده تقرير صادر عن هيئة تحقيق مشتركة اتهم جميع أطراف النزاع بارتكاب انتهاكات يرقى بعضها إلى مستوى جرائم الحرب الصراع في تيجري اتسم بوحشية مفرطة جميع الأطراف المشاركة فيه ارتكبت انتهاكات لقوانين حقوق الإنسان واللاجئين الدولية بعضها يرقى إلى مستوى جرائم الحرب هناك ما يشير إلى أن القوات الإثيوبية والإيرترية كانت مسؤولة على نحو أكبر عن هذه الانتهاكات بعد نحو عام على اندلاع الصراع تنظر التطورات العسكرية الأخيرة بمزيد من الأزمات الإنسانية والاقتصادية مع غياب إرادة حقيقية من قبل الأطراف المتصارعة للانخراط في حوار مثمر ينهي الحرب فاصل ونواصل أهلا بكم من جديد لقيا ثلاثة الجزاريين حتفهم في وجوم نستادف شحنة أثناء تنقلها من مدينة ورقلة الجزارية إلى العاصمة الموريتانية نواكشوتا الرئاسة الجزائرية وفي بيان وصفت الهجوم بالبربري وأكدت أن هذا الاغتيال لن يمر من دون عقاب متهمة عن القوات المغربية في الصحراء الغربية بالضلوع في الجريمة باستخدامها سلاحا متطورا وكالة روترز نقلت عن مظهر المغربي إدانته ما وصفه بالاتهامات المجانية مؤكدا أن المغرب لم ولن يستدف أي مواطن جزائري مهما كانت الظروف والاستفزازات وفق قوله ومعنا من العاصمة التونسية الكتب والبحث في شؤون السياسية كمال بن يولنس أهلا بك سيدة كمال أصبح التصعيد واضح بين كل من المغرب والجزائر منذ أيام فقط يعني قرار بوقف تصدير الجزائر للغاز لإسبانيا عبر المغرب اليوم مقتل ثلاثة جزائريين وهم في طريقهم من نواكشوت إلى الجزائر وأيضا مسارعة الجزائر إلى تهام القوات المغربية بعملية القتل هذا كل هذا المشهد إلى ماذا يؤشر لناحية العلاقات بين البلدين والحقيقة للأسف وقد كنت زرت شخصيا الصحراء الغربية مدينة العيون المغربية وزرت أو المتنازع عليها وزرت الجانب الآخر في العشرين في المئة التي تسيطر عليها أطراف موالية للجزائر والتقينا عدد من قادة جبت البوليزاريو في تلك المنطقة إقليم بشار المتنازع عليه منذ إعلان استقلال الجزائر بين المغرب والجزائر ومساحته بالمناسبة تفوق تونس هو إقليم صحراوي في الحدود الجزائرية والمغرب تقول أنه تابع إليها فالنزاع قديم ومنذ عشرين أو ثلاثين سنة نتنقل في مهمات صحفية وتسمع روايات في الجزائر والمغرب رسميا في الدول المغاربية وفي اتحاد المغاربي أحالوا هذا الملف للأمم المتحدة العالم أحال لهذا الملف للأمم المتحدة كان متوقعا بعد أن توقفت الحرب الباردة في 1989 أن ينتهي هذا النزاع لكن للأسف النزاع متواصل ويلحق بأضرار بالبلدين مئات المليارات تهدر سنويا أو منذ مدة 45 عاما في التسلح وفي نفقات في غير محلها حسب الحادث اليوم الجزائر قدمت السلطات الجزائرية قدمت رواية أولية المصادر المغربية الرسمية قدمت رواية لوكالة فرانس برايس ووكالة رويترز ولأطراف أخرى تقول أن الحادث لم يقع في التراب المغربي ولم يقع في المناطق الصحراوية وشككت في الرواية وهناك مصادر يبدو أنها تحدثت عين الحلوة أو بير الحلوة بير الحلوة موجود في المنطقة المتنازعة لها التابعة لوافد الأمم المتحدة ليست تابعة لا للمغرب ولا للجزائر 100% الأمم المتحدة لم تصرح بهذه العملية القضية إذن تتجاوز حادثة معزولة قد يقع رفع الالتباس حولها هل أن مثل ما قالت بعض المصادر المغربية هو انفجار لغم أو مثل ما قالت بعض المصادر الجزائرية هناك صاروخ أو أسلحة متطورة أو طائرة دروم قسفت هذه الشاحنة وفيها ثلاثة قتلة للأسف من الجزائر الشقيقة لكن التصعيد غير مسبوق في المنطقة منذ زار عدد كبير من المسؤولين في المنطقة وزير الخارجية الإسرائيلي هدد منذ مدة الجزائر من الرباط الجزائر وشبه الجزائر بإيران في المنطقة وقال هي خطر في المقابلة المغرب تؤكد على حرصها على البقافة علاقة طيبة جدا مع المغرب الجزائر مؤخرا أغلقت الحدود الجوية ثم الحدود البرية ثم الحدود الجوية ثم قطعت الغاز عن المغرب وعن أوروبا اليوم الاتحاد الأوروبي انتقد هذه الخطوة الجزائرية واعتبرها عقابا للشعب المغربي ولشعوب أوروبا وخاصة الإسبانيا فهناك اتجاهات مسارات نحو التصعيد ومسارات لمحاولة احتوال أجراء برأيك سيدة كمال هل سيتم انتظار رفع الالتباس الذي تحدثت عنه كما قلت خصوصا بأن الجزائر اليوم تقول بشكل واضح بأن هذه العملية أو قتل الجزائرين الثلاثة لن يمر من دون عقاب هل دخلنا في دوامة الرد والرد المقابل وبالتالي أي أفق لهذه العلاقات ونحن نعلم أنه للأسف حرب يغوزلافيا وكذلك الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية انفجرت بتوترات مماثلة صغيرة في بعض دول أوروبا الشرقية لكن إذا نظرنا إلى التوتر الموجود في المنطقة في علاقة بالماكرو يعني بالصراع الكبير هناك توتر في علاقات الجزائر بفرنسا وزير الخارجية الروسي بعد أن التقى وزير الخارجية الجزائر في الأمم المتحدة أكد أن الفاغنر أي القوات الميليشيات الروسية التابعة القطاع الخاص موجودة في مالي وفي دول الصاحل والصحراء وأنها ستحفظ الأمن في المنطقة واتهم فرنسا بأنها فشلت في توفير الأمن ومكافحة الإرهاب في مالي وفي المنطقة الجزائر أغلقت المجال الجوي للطائرات العسكرية المتجهة إلى مالي وتعتبرها استعمارية في نفس الوقت فرنسا وأمريكا ومقفهما أقرب إلى المغرب في قضية النزاع الصحراوي بالمناسبة يعني مساحة الصحراء التي تسيطر عليها المغرب والتي تعتبرها أراضي مغربية هي حوالي 250 ألف كلمة المربع أي حوالي ضعف الدولة التونسية إقليم بشار الذي طلب الحسن الثاني منذ سبع خمسين منذ 62 و63 استرجاعه من الجزائر مساحته حوالي مساحة تونس أي حوالي 163 ألف كلمة المربع يعني هناك أطراف تدفع في اتجاه التهديئة نعلم أنه وقعت قمم واتصالات بين العاهل المغربي السابق والعاهل المغربي الحالي وقيادات جزائرية الجزائر في مراحل من مراحل كانت تعين سفراء من الحجم الكبير في المغرب جنرال جنرالات وزارة داخلية وزير دفاع لكن الآن يبدو أنه هناك أطراف إقليمية هناك صراع كبير إقليمي روسيا حضورها أقوى في الجزائر وكذلك الصين دورها تنامى في الجزائر لدرجة أن بعض مراكز دراسات الاستراتيجية أصبحت تحذر من تحول الجزائر ومنطقة المغرب العربي الكبير إلى مقاطعة صينية فالتنافس الصيني روسي ليس حول الجزائر أو تونس أو ليبيا فقط أو المغرب ولكن حول كامل شمال إفريقيا وكذلك دول الصحر والصحراء في مرحلة يعلن فيها بايدن من جهة سأحتفظ بهذه الفكرة الأخيرة التي قلتها سيد كامل وقبل أن نستكمل الحوار اسمح لنا أن نستعرض أبرز محطات العلاقة المتوترة بين البلدين جذور الأزمة بين المغرب والجزائر بدأت بشكل علني حين أعلن المغرب التطبيع مع إسرائيل نهاية ديسمبر كانون الأول من عام 2020 هو الأمر الذي اعتبرته الجزائر تهديدا جديا لأمنها القومية في منتصف تموز يوليو الماضي تأزمت الأوضاع بين البلدين حين طالب ممثل المغرب في الأمم المتحدة مناقشة ما وصفه بحقوق الشعب القبائلي في الجزائر وهي الخطوة التي اعتبرتها الجزائر تجاوزا لكل الخطوط الحمر في علاقات البلدين تطورت الأمور مع اتهام تحقيقات أمنية وقضائية المغرب وأسرائيل بتقديم دعم سياسي ولوجستي واستخباراتي لتنظيمات إرهابية كانت وراء شعال الحرائق التي شهدتها الجزائر مطلع شهر أب أغسطس الماضي في الرابع والعشرين من شهر نفسها أعلنت الجزائر قطع علاقاتها الديبلوماسية بشكل رسمي مع المغرب على خلفية عدم استجابة الرباط لطلب الجزائر بتوضيحات حول تصريحات ممثلها في الأمم المتحدة إضافة إلى الاتهامات بدعم واستضافة الرباط لقادة وعناصر من تنظيم مك وحركة رشاد التي تصنفهما الجزائر إرهابيتين أعود إليك سيد كمال بن يونس من الواضح بأنك تضع المشكلة في سياق أوسع في مشهد أكبر يتعلق بمنطقة أفريقيا ككل أو شمال أفريقيا لنقل لنكون أكثر تحديدا ولكن اليوم كما ذكرت هناك مصلحة إسرائيلية في توطير العلاقات بين المغرب والجزائر اليوم من له مصلحة في تقريب هذين البلدين أو من يمكن لها أن يدخل على الخط هو طبعا هناك أوراق متداخلة عندما نسمع وزير خارجية الإسرائيل يهدد الجزائر ويقول لدينا في المنطقة في كامل العالم العربي الإسلامي الآن فقط إيران والجزائر واعتبار الجزائر من دول الصمود والتصدي بين ضفرين التي رفضت في سنة 79 اتفاق كام ديفيد والتي لم تدمر دمر اليمن ومصر وسوريا والعراق وليبيا ما زالت الجزائر رغم أن الجزائر هناك من يعتبر أنها دمرت في التسعينات بطريقة غير مباشرة بتأثير لوبيات قريبة من تل أبيب لكن أنا أريد أن أشير أنه بالنسبة للخلاف الحالي والنزاع الحالي وقضية محاولة تأسيس دولة للبربر في شرق الجزائر أي قريبا من الحدود التونسية الجزائرية هذه قضية طرحت في 1930 في الثلاثينات الحركة الوطنية في المغرب والجزائر وتونس اندلعت عندما صدرت سلطات الاحتلال الفرنسي ما سمي وقتها بالظاهير البربري أي القرار للفصل بين شمال المغرب الريف البربري وشمال إفريقيا والأرض العربية فتحرك الوطنيون في تونس وفي الجزائر وفي المغرب وفي ليبيا ضد هذا التقسيم العرقي وعلماء جمعية علماء المسلمين وقادة الحركة الوطنية العلمانيين في الجزائر وفي المغرب وفي تونس وفي ليبيا وفي كل كم المنطقة رفضوا هذا التقسيم ورفضوا محاولات إثارتها من جديد لما اندلعت أحداث قصة سائد السمك أو باء السمك الذي أكلته آلة الفضلات في شمال المغرب منذ سنوات الصحافة الجزائرية كانت تقف مع المغرب ضد تقسيم المغرب إلى دولة بربرية أو قبائلية في الشمال أو إيمازيغية في الشمال وعربية في الجنوب هناك أطراف إقليمية ودولية متداخلة يعني هناك توتر لكن في نفس الوقت مثلا علاقات الجزائر وفرنسا متوترة لكنها الجزائر وفرنسا هم أقرب الدول إلى بعضهما هناك مصالح هناك تقاطع مصالح رغم الغضب غضب بريز من انحياز الجزائر إلى الروس في جنوب في الجنوب الخاصة في مالي سيد كمال في سؤال آخر هل يمكن أن نشهد طاولات مستديرة تجمع كل من المغرب والجزائر وموريطانيا والبوليساريو كما نص أو أتى به القرار قرار مجلس الأمن الجديد هذا هو المطلوب لكن نلاحظ أن الاتحاد الأوروبي منذ يومين أصدر قرارا حد من نفوذ المغرب في مياه البحر في المحيط الأطلسي حيث كان الاتفاق القديم المبرم في 2019 يعطي السلطات المغربية اتفاق مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالصيد طبعا الأوروبيون لا تهمهم الصحراء وسكان منطقة صحراوية ولكن يريدون مزيد سرقة سمك السواحل في المحيط الأطلسي التابعة للمغرب وموريطانيا والقريبة من الصحراء فهناك تداخل مصالح بين من جهة الاتحاد الأوروبي يصدر مزيدا من القرارة تحت عنوان دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وهم حوالي نصف مليون وأقل في حوالي عشرة في المئة فقط من السكان وفرق تسد ثم إسرائيل هي حليفة لروسيا روسيا هي حليفة لجزائر ولكن نعلم أن أكثر من مليون مستوطن إسرائيلي قديم من روسيا وكذلك الصين أصبحت الآن حليفة لإسرائيل فاللعبة ليست فقط إسرائيلية فلسطينية رغم طبعا موقف الجزائر الدعب القديم الفلسطينية أو موقف المغرب الذي يرأس القدس ولكن هناك حرص ربما إلى دفع المنطقة شمال الإفريقية إلى مزيد من التصدع وهذا ما ربما يبرره حرص بعض الأطراف على منع التسوية السياسية في ليبيا وعلى تعقيد جهود التسوية للأزمة السياسية الحالية في تونس منذ 25 يوليو شكرا جزيلا لك سيد كمال بن يونس الكاتب والباحث في الشرن السياسية كنت معنا من تونس شكرا لك إلى العنوين مجادة حرس الثورة الإيرانية يحبط محاولة أمريكية لقرصنة النفط الإيراني في خليج عمان ويجبر القوات البحرية الأمريكية على التراجع طهران تعلن استئنافة المفاوضات النووية في فيينا وفق صيغة أربعة زائدا واحدا في 29 من الشهر الجاري وواشنطن ترحب دعوات لإضراب عن الطعام غدا دعم للأسر المضربين في سجون الاحتلال والفصال الفلسطينية تحذر من المساس بحياتهم وولستريت جولنال تكشف عن دور مصري مباشر في دعم انقلاب البرهان في السودان الجزائر تتايم المغرب بقتل ثلاثة من مواطنية عند الحدود بين الصحراء الغربية وموريتانيا المزيد من الأخبار وتقرير على صفحة الميادين على الانترنت الميادين دوت نت وباللغة الإسبانية اسبانول دوت الميادين دوت نت إلى اللقاء اشتركوا في القناة